شكل موضوع الإكراهات والتحديات التي تعيق ولوج النساء المهندسات لمراكز الريادة في مجال التكنولوجيا والعلوم محوراً لندوة القيادة الدولية لرابطة المرأة في الهندسة التي افتتح تشغالها بإفران والتي تطمح إلى أن تشكل منصة عالمية للنساء اللواتي ينتمين لمجالة العلوم والتكنولوجيا للتواصل وتبادل المعارف والتجارب هدف ديالها الرئيسي هو تكوين وتطوير القدرات ديال النساء طالبات جامعيات في الهندسة والمهندسات التي يخدمون في المجال ديال إما الإعلاميات أو تكنولوجيا الحديثة وتتميز هذه القمة بجلسات النقاش وحوارات من أجل تمكين النساء من تقلد المراكز الريادية والتأثير المستدام في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مساهمة النساء في التنمية وفي الابتكارات التكنولوجيا والعلمية مساهمة فعالة ونحن في جامعة الأخوين لدينا أزيد من 1700 طالب وطالب نصفهن إناثة تساهمنا في تعزيز إشعاع المملكة كما أن ثلث الأساتد بالجامعة هن نساء ورائدات في مجالات التكنولوجيا والهندسة الهدف من مشاركتي في هذه القمة هو مساعدة الطالبات المهندسات على استيعاب وجود آليات كفيلة للنهوض بمستقبلهن وإيجاد مناصب الشغل التي يطمحنا في الحصول إليها وذلك من خلال التوجيه والرعاية والتموقع كمدافعات وحليفات لبعضهن البعض كما أنه بإمكاننا تطوير العلاقات والتعاون داخل المجموعات والتحالف والنجاح معها وترفع الندوة التي تنظمها جماعة الأخوين بتعاون مع رابطة المرأة في الهندسة بمشاركة نساء من مختلف بقاء العالم المنخارطات في مجالات الهندسة والتكنولوجيا شعار تعزيز ريادة النساء في التكنولوجيا وتحفيز الابتكار من أجل تأثير مستدام